التمرين برضو شاهد عودة بيرستاو للمشاركة في تدريباته الكرة تعرفين بيرستاو الجناح الأهلاوي الجديد النجم الجنوب أفريقي الدولي كان غاب الفترة اللي فاتت لإصابة عضلية بدأ يتشافى منها ويتعافى وبدأ يدخل في تدريباته الكرة على خفيفة عشان يكون جاهز إن شاء الله للمرحلة اللي جاية التأسيمة القوية مستر بيتسوماني يمكن وقفها كذا مرة عشان يصحح بعض أخطاء اللاعبين عشان يوجه بعض التعليمات الفنية وعقد اجتماع المدير الفني مع صلاح محسن أيضا لتجهيزه للمرحلة اللي جاية الدكتور أحمد أبعابلة رئيس الجهاز الطب في النادي يمكن تحدث عن البروتوكول الطب الخاص برحلة الأهل إلى النيجر الأهل هيسافر إلى النيجر عشان يواجه فريقها في بداية دور الـ 32 المباراة يوم 16 أكتوبر الجاري بإذن الله والبروتوكول خاص بكل النواحي لسيما ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والطبية وكل ظروف الحذر من هذا الفيروس كمان الجهاز الطبي كشف عن موعد مشاركة محمود متولي لعب الفريق المصاب واللي بدأ يتعافى وقال الجهاز إن هو إن شاء الله بعد مباراة بطل النيجر يكون محمود متولي جاهز للمشاركة دي كل أخبار الكورة اللي بنطمن حضراتكم عليها وعندنا تفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة لكن كمان في كرة السلة النهاردة باشواندس فريق الأهلي كسب الفتح السعودي في البطولة العربية المقامة في الإسكندرية المباراة انتهت 82.77 كان فيها ندية كبيرة الحقيقة يمكن في بعض الفترات خاصة في الكورتر الأول تقدم الفتح السعودي وإدر الأهلي يرجع ويحسم المباراة لصالحه 82.77 البطولة زي ما حضراتكم ربما متابعين فيها 18 فريق منها من مصر الأهلي والاتحاد السكندري مقسمة على أربع مجموعات الأهلي عنده فرصة إن شاء الله أو دخل بالفعل كأول هذه المجموعة ده عايز أقول ملاحظة عشان الناس تخلي بالها السكوادي اللي تاخل بيه المدرب 12 لعب منهم 3 ناشئين اللي هم حمر زهران واحمد حمدي وعبد الله ناصر ودي علامة جيدة جدا أي وبتدلك على إن برضو إنت وإنت بتفكر في النهاردة بتشتغل بكرة والثلاثة ظهرين بمستوى مباشر ده كل ما يطمن حضراتكو على كرة القدم في الآلة أو على السلة أو على بقية الألعاب إن شاء الله اللي هيكون فيه حديث مطول عنها